الجواب أعزائي هناك عدة عوامل تؤدي إلى أن رأياً نظرياً بمرور الزمان يتحول إلى ماذا؟ إلى مشهور يتحول إلى إجماع يتحول إلى ضرورة أنا أقرأ لكم أعزائي بعض الكلمات في هذا المجال هذا هو الشهيد الثاني أعزائي في رسالته الرعاية لحال البداية في علم الدراية الرعاية لحال البداية في علم الدراية تأليف الشهيد الثاني تحقيق غلام حسين قيصريها التفت ماذا يقول؟ التفت إلى هذه الحقيقة هذه احفظوها عزيزي هذا مثال ده يتكلم أن الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور ينجبر ضعفه أو لا ينجبر هذه المسألة المعروفة وهو أن الخبر الضعيف مع العمل ينجبر ضعفه والخبر الصحيح مع الإعراض ماذا؟ يسقط اعتبار يقول كثير بل أكثر بل في الأعم الأغلب من الشهرات والإجماعات التي جاءت بعد الشيخ الطوسي مو شهرة علمائية شهرة تقليدية لأن الشيخ الطوسي كان زعيم الطائفة مولانا رأيه صار مشهور وكم له من نظير الآن في زماننا انت عموما أساتذة بحوث الخارج نجف وقم عندما ينقلون ينقلون أرى من أعزائي؟ منه؟ سيد الخوة لماذا؟ لأن الرجل كان زعيم الطائفة تأليفاته كثيرة تلامذته كثيرة تحقيقاته واسعة كتبه متوفرة في الأيدي في طبيعة الحال بعد خمسين سنة مئة سنة مئتين سنة تجد أن الرأي الحاكم في الحوزات العلمية رأيه من أعزائي؟ رأيه صحيح ولهذا يقول المشهور بين فقه هو مو مشهور علمي هذا مشهور ماذا؟ مشهور تقليدي من التقليد هسأل أنا أقرأ عبارة الشهيد الثاني التفتوني يقول ولما عمل الشيخ بمضمون رواية ضعيفة السند في كتبه الفقهية شيخ بدأ وعمل برواية وقال هاي الرواية ماذا؟ معتبرة جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليها الأكثر مو الكثير الأكثر تقليداً له لشيخ الطايف إلا من شذ منهم أساساً يقول بأنه الشذوذ أصلاً من إلي خالف كان الشيخ الطوزي يعتبر شاذ في المذهب عزائي ما تلتفتوني إلى الحالة اللي تصير جاي ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث وينقب على الأدلة بنفسه مشنو هل يعقل أن الشيخ الطوزي يقول شيئاً بلا دليل إذن ألحق ماذا؟ مع الشيخ الطوزي فقط علم الشيخ الطوزي لا عزائي علم الشيخ الطوزي زعامته للحوزة أمواله كتبه إعلامه أدى إلى أنه ماذا؟ يسطر على الحوزات العلم مو فقط العلم بل في كثير من الأحيان العلم لا ينفع حتى لا أريد أن أضرب أمثلة علماء في حوزاتنا العلمية حتى بكرة أصدنا مشكلة ملانة أضرب ملانة مثال لعلي بن أبي طالب في زمان الصحابة بينكم وبين الله هل يوجد أعلم من علي عمي أتركونا من العصمة من الإم كله خب بإقرار كتبهم أنه أعلم ماذا؟ أعلم الصحابة بيني وبين الله ولكنه علي بقي في متن الأمة الإسلامية لو أقصي إلى الحاشية وإلى الهامش ملان من أقصاه؟ من أقصاه؟ من دفع به من المتن إلى الحاشية؟ من؟ ها؟ السياسة والمال والإقصاء والحسد وإلى غير ذلك حتى هو قال في خطبته المعروفة الشقشقية أقرن بهذه النظائر ملانة هو معلن بيني وبين الله هو هو ينهد ولكنه هذا الزمان وصل أنه يقرن بهذه النظائر ملانة في السقيفة الثاني سؤال من أوصل عليه إلى هذا؟ ها؟ من أوصل؟ علم الآخرين؟ لا والله مال الآخرين إعلام الآخرين سياسة الآخرين وقدرة الآخرين أعزائي هذه قضية على مر التاريخ ليست جديدة ليتبادر إلى ذهنكم هذه فقط حتى في زمان الأئمة الإمام الصادق أعلم لمن كانوا من تلامذته من هم أعلم؟ ها؟ وهم يقرون بأنه من تلامذة الإمام ولكن الآن أنت أنظر إلى هذا العالم الإسلامي مليار و ستمائة سبعمائة مليون مسلم أتباع الإمام الصادق أكثر لو أتباع الحنابلة والحنفية والمالكية أكثر أي منه عزيز؟ من الذي يعني علم أولئك أكثر؟ لا لأن مال أولئك أكثر إعلام أولئك أكثر السلطة والقدرة بأيدي أولئك لا بأيدي أئمة أهل المن أعزائي هذا منطق الحياة هذا ليس جديد لا يتبادل أذنكم علي لحوة يقول فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه يعني من المقلدين قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في ذلك لسبب لسبب الشيخ ومن تابعه وجد أن هذا سبحان اللهم ما شوفش قد متأذي الشهيد الثاني من هذول المقلدة ومن ومن تبعهم يقول لعل الله تعالى يعذرهم فيه يعني الله الله يسوي فيهم كذا اللي ورطونا في هاي المشهورات والإجماعة يعني ارتكبوا جريمة علمية في حقنا لماذا؟ لأنه صار مشهور وإنت مالآن بس تخالف شيء يصير مولانا؟ يصير شاذ وخارج عن المذهب وتضعيف المذهب واخذ هذه التعزي اللي الآن مولانا موجود بمجرد نقول رأيا مخالف لآراء الشيخ الطوس شيء يصير مولانا؟ يريد يضعف المرجعية ويضعف المذهب وكذا هذا منطقة يقول لعل الله يعذرهم فيه فحسبوا العمل به مشهورا وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعف الخبر ولو تأمل المنصف التفت جيدا هذا الأصل ولو تأمل المنصف وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ مشكلة من الشيخ بدأت ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف التفتولي تصوروني عنه فقط في الخبر الضعيف وفي العقائد حصل عندنا نفس المشكلة في الإمام أمناء حصل عندنا نفس المشكلة الشيخ الطوسي قال شيء الشيخ المفيد قال شيء الشيخ الصدوق قال شيء وبعد ذلك جاء العلامة المجلسي قال شيء فصارت القضية ماذا ها صارت ماذا مشهورة مجمعة بل صارت شنو شنو صارت أعزائي ضرورة مذهبية فليهذا بمجرد تناقش الشيخ الصغير مولانا ظال مظل خارج عن المذب أمامكم الآن أنا إنما دأ أشير إلى حتى تلتفتون أعزائي بيني وبين الله هذه المسائل علمائنا الكبار ما كان عندهم هذه الضرورات ولا كذا وإنما كانت آراء هسا من بعدهم ولذا أنتوا أرجعوا إلى 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 تاريخ ابن إدريس الحلي أنا ذكرت الأعزة في السنوات الماضية قلت ابن إدريس الحلي أيضا نتهم نفس الاتهمات لماذا؟ لأن أول من خالف الشيخ الطوسي بعده بعده من؟ ابن إدريس الحلي هذا بقارن يعني مئة سنة مضت اللي يسمى عنها بعن عصر المقلدة أصلا ما كوا مجتهدين كانوا هذا المعنى أشار إلي الشهيد الثاني ابنه أعزائي هذا صفحة مية وخمس وسبعين بحسب هذه العدية رسائل في دراية الحديث الجزء الأول صفحة مية واربعة وسبعين مية وخمس وسبعين ابنه أعزائي في معالم الدين وملاذ المجتهدين أيضا أشار إلى هذه النقطة يقول وأكثر ما يوجد في صفحة مية وست وسبعين اللي هي طبعة جامعة مؤسسة النشر الإسلامي وأكثر ما يوجد مشهورا في كلامهم حدث بعد زمان الشيخ كما نبه عليه والدي اللي أشرنا إلى عبارتي أنه بابا هذاني مو مشهورات واقعية هذاني مشهورات تقليدية من أقول تقليد مرارا قلت هذا مو تقليد في الفتوى تقليد في الدليل يعني لو تسأل تقول بلين مجتهد مرجع هو ماذا هو مرجع الطائفة ولكنه مقلد ماذا في الأدلة هو ما عنده فرد شيء من عنده هذا من الأمر الثاني أعزائي هذا المورد الثاني المورد الثالث أعزائي ما ورد في كتابي كشف المحجة لامثمرة المهجة لابن طاووس مولان المتوفى سنة ستمية واربعة وستين هناك أعزائي في الفصل الثالث واربعون ومئة يقول وذكر أن الحمصي حدثه أنه لم يبقى للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم ماذا حاكن يعني بعد الشكر لم يبقى هناك مفتي كلهم ماذا من المقلد أعزائي إذن أنا عندما أقول هذه إجماع علمائي مو إجماع المذهب هذا شهرة علمائية مو شهرة المذهب هذا ضرورة علمائية مو ضرورة المذهب لتخاف أو أنه ليس بعزيز في تراثنا الموج